نشط مفصل للأخبار البداية مع العنوين المعارضة الجزائرية تطالب بالغاء الانتخابات وتدعو الجيش لتأمين البلاد وأبو تفليق يشيد بسلمية الحراك الشعبي ويحذر من اختراقه دمشق ترفض تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام غاز لكلور في دومة وتؤكد تحريفه بعد تجاهل أقوال الشهود أمين والرجال القانون المطالبة باحترام الدستور في اختيار مرشح الرئاسة طالبت قوى المعارضة بالغاء الانتخابات ودعت الجيش إلى تأمين البلاد وكل المرشحين إلى الانسحاب والانضمام لحراك الشارع كما دعت الدول إلى عدم التدخل في شؤون الجزائر الداخلية أسامة عبد النور رجال السلطة الرابعة نزلوا إلى ساحة حرية صحافته في ثاني خميس لهم لينددوا بمعاقبة بعض الصحف من طرف الوساية التي سحبت منهم الإشهار العمومية مثل هذه الإجراءات لا تساهم إلا في رفع الاحتقان ومثل هذه الإجراءات لا تساهم إلا في زيادة الغضب الشعبي على صانع القرار أن يعيد حساباته لأن الوقت ديق جداً ويجب أن نتعامل مع الإعلام الوطني على أنه إعلام حر رجال القانون يسلقون هذا الشارع المؤدي إلى مبنى المجلس الدستوري المحادي للمحكمة العليا للاحتشاشة هنا لا صوت يعلو على صوت القانون أصحاب الجبة السوداء كما يلقبون نزلوا إلى الشارع عوضاً عن المحاكمين يطالبوا كبقية المتظاهرين باحترام القانون والدستوري في اختيار منصب الرئيس القاضي الأول للبلاد طلب الجميع هو لا للعهد الخامسة لا لهذه الانتخابات المهزلة يجب الذهاب إلى مؤسسات تمثيلية للشعب الجزائري ونحن مفتخرون أن الشعب الجزائري أعطانا وكالة لتمثيله أمام هذه الهيئة الدستورية التي تحاول خلق القانون وخلق الدستور وهي أعلى هيئة في الدولة الجزائري مع اقتراب الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين إلى سباق الرئاسة يضغط رجال القانون باتجاه احترام الدستور وتطبيق مادة الشغور الرئاسي مطلب تبنته المعارضة في اجتماعها الأخير في خضم تسارع الأحداث استطاعت المعارضة أخيرا أن تتجاوز خلافاتها وتتفق على مطالب موحدة في رابع أكبر اجتماع لها دعم الكامل للمسيرة الشعبية السلمية ثانيا الرفض القاطع للعهدة الخامسة والمطالبة بسحب ترشح الرئيس المريض ثالثا مقاطعة الانتخابات الرفض شكلا ومضمونا لما سمي برسالة إلى الجزائريين الموجهة يوم ثلاثة مارس هذه الفئات اللي هي في الواقع كانت ضحية ولتزال ضحية الاضطهاد والقهر الممارس على أغلبية الشعب بعد رسائل التطمينات والتهديئة من قائد الجيش والرئيس نفسه التي قابلتها المعارضة بالرفض تبقى الكلمة للشارع في جمعة الكرامة سماع عبد النور العاصمة الجزائرية الميادينة القيادي في تجمع أمل الجزائر كمال ميدا تحدث عن وجود عملية سطو على الحرك الشعبي في الجزائر وفي حديث للميادين شدد ميدا على أن المسيرات الشعبية تعبر عن طموح الشباب ولا تعبر عن المعارضة هناك عملية للتشكيك في العملية الانتخابية هناك عملية لإبعاد الناس على المشاركة في العملية الانتخابية وهناك عملية سطو على هذا الحراك الشعبي وعلى هذه المسيرات السلمية والحضارية التي تعبر على مجموع من المطالب وعلى رأسها رفضها لعهدة خامسة ولهذا رئيس الجمهورية استجاب إلى هذه المطالب وقرر تقليص هذه المرحلة القادمة إلى مرحلة محددة بالضبط مباشرة بعد الرئاسيات ندوة وطنية وفي الندوة الوطنية يحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية ويحدد تاريخ مراجعة الدستور أما القيادي في جبهة العدالة والتنمية الخضر بن خلاف فاكد أن من وصفهم بالمنتفعين يريدون بقاء بوتفليقة للحفاظ على مصالحهم الشخصية كما شر إلى أن الرئيس الجزاري استجاب في ترشحه إلى نداءات قيادات حزبه الذي التزم خلال عشرين سنة بكثير من القضايا سواء ما تعلق بالتعديلات الجوهرية التي تدخل على الدستور أو على قوانين الجمهورية أو بتنويع الاقتصاد الوطني ولم يقم بشيء خلال عشرين سنة فأظن لا يمكنه القيام به خلال سنة أو ستة أشهر أو سنتين وهو الرئيس الذي كان يطالب دائما ويقول لا يمكن لي أن أكون ثلاث أربع رئيس واليوم للأسف يقول أعطوني ربع عهد فقط أي سنة كي أقوم بكل هذه الإصلاحات ومن ثم هذه الإصلاحات والوعود قد تمت سنة 2009 و2014 ولكن في 2014 عدلت دستور وقيل أنه يعطي صلاحية واسعة للمعارضة ولكن للأسف الشديد لم يلتزم بأي شيء في هذا المجال اللحظة الحرجة التي تمر بها الجزائر وضعت جميع مكونات المجتمع من قوان سياسية ونقابية وطالبية إضافة إلى الجيش والقضاء أمام مسؤولية تفرض على كل مكون إعلان موقف واضح من مسارات الانتخابات الرئاسية فإلى أين تسير الأمور؟ محمد محسن ما تعيشه الجزائر يتجه بسرعة إلى صورته الواضحة إنها أعمق من أزمة سياسية يراها هؤلاء المحامون تهديدا لدستور البلاد وقبلهم رآها الطلاب تهديدا لمستقبلهم المحامون آخر من عبر عن اعتراضه على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة اتحاد المحامين الجزائريين طلب المجلس الدستورية بالقيام بمهامه وبإقرار شغور منصب الرئاسة عوضا من الوقوف متفرجا على الخروق العديدة للدستور تظاهرات المحامين هي الأخيرة قبل مظاهرات تتبنى الرفض نفسه ينتظر لجميع حجمها يوم الجمعة ولسيما أنها تأتي بعد أحداث دراماتيكية شهدها الأسبوع بين الجمعتين مبادرة بوتفليقة بالترشح لسنة واحدة وإجراء انتخابات بعدها لم تلقى استجابة واسعة فللمعارضة رأي آخر أساسه أن الانتخابات في هذه الظروف تشكل خطرا على البلاد انسحابات متتالية يشهدها الحزب الحاكم معطوفة على انسحاب مرشحين رئاسيين لعدم ثقتهم بنزاهة الانتخابات إعلان صريح من الجيش أنه سيتولى أمن البلاد ومنع إعادتها إلى الحقبة السوداء تبدو مختلف الفئات في سباق مع الوقت لتوضيح موقفها في لحظة جزائرية حرجة فهل تسير السلطة بانتخابات ترفضها فئات واسعة وتنذر بأن مسارات الاعتراض محكومة بالتطور أم يعلن المجلس الدستوري عدم أهلية بوتفليقة للترشح لأسباب صحية فيسحب فتيل مواجهة سياسية ليس معلوما إلى أي مدى يمكن أن تتطور أم إن تأجيل الانتخابات قد يكون حلا يرضاه الجميع بما يعده وسطيون مكسبا جامعا فهو ليس خسارة مباشرة لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وبالنسبة للأطراف المعارضة فإنه مكسب لها بعدم ترشح بوتفليقة مجددا سلمية التظاهرات ما زالت ضمانة انضباط المشهد في إطاره السياسي وكذلك القرار الأمني بالتعامل معها بلا استخدام العنف الممنهج لكن الأنظار تتجه نحو التطورات السياسية والقانونية وعليها بعد أيام قليلة يمكن رسم اتجاهات أوضح لمسار الأزمة الجزائرية حلا أو تصعيدا رفضت الخارجية السورية تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حضر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد كيميائية سامة في دومة العام الماضي تبرته تحريفا فاضحا للحقائق الوزارة قالت ان التقرير تجهل أقوال الشهود بأن ما جرى كان مسرحية قامت بها المجموعات المسلحة مضيفة أن انعدام المهنية معدي التقرير سهل على الخبراء السوريين كشف التضليل الذي استخدمه المحققون في جوانب عديدة وطالبت الدول الأعضاء في منظمة حضر الأسلحة الكيميائية بفتح مثل هذه التقارير وعدم التعامل معها أعلن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط جزف فوتالا لا ضغوط على الجيش الأمريكي للانسحاب من سوريا في أي موعد محدد وخلال جلسة استماعا أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي أكد بوتالا أن انتهاء المعركة ضد داعش لا يزال بعيدا كما أشار إلى أن المسلحين لا يزالون غير تائبين ومستعدين للعودة إلى القتال رغم القضاء على قاعدتهم في سوريا وأعلن قادة في قوات سوريا الديمقراطية أسرى واستسلام المئات من مسلح تنظيم داعش أثناء محاولتهم الفرار من البغوز مع مهربين أوقفت قوات سوريا الديمقراطية مدافعها المصوبة باتجاه البغوز وهو الجيب الأخير لتنظيم داعش في سوريا أكثر من عشرة آلاف مدني أخرجوا من المنطقة خلال الأسبوع الثلاثة الماضية وعملية الإجلاء لا تزال مستمرة مع اعتضاح وجود المزيد من المدنيين والمختطفين عيون هؤلاء الأطفال الأيزيديين من تحت الأتربة التي تغطي وجوههم تكشف صدمتهم وتخبر عن معانوه في الداخل لقد وصل عددا من الأطفال الأيزيديين إلى هنا اليوم هم ثلاثة عشر كانوا قد وضعوا في مدرسة للشريعة وتعرضوا للضرب من قبل العائلات التي تبنتهم سنبدأ العملية العسكرية مرة أخرى عندما لا يصل المزيد من المدنيين لقد بدأنا الحملة وقمنا بإيقافها بسبب المدنيين هنا لا يتجمع المدنيون فحسب إذ إن قصد أعلنت أسر مئات من مسلح داعش يحاولون الفرار مع مهربين هذا إضافة إلى السسلام مئات آخرين هروبا من القتال الأخير نحن بقينا من فترة ننتظر طريقين فتحتنا تخرج سياراتنا وأموالنا ويانا وبعدين ما نفتح طريق واليوم الصبح تصوبت النظام بشار قلناس ضربني النظام كي ساركت فيه قد لا يعلم هذا الرجل أن الجيش السوري يبعد عشرات الكيلومترات عن مكان تواجده الآن وقد يكون لا يعلم أيضا أنه في حضرة قوات سوريا الديمقراطية ولكن الأكيد أن الجميع هنا ليس مدنيا فحسب رد الجيش السوري على خروق المجموعات المسلحة اتفاق خفض تصعيد في إدلب بقصف مدفعي استهدف مواقعها في خانشيخون وسراقب ردود لم تصل إلى مستوى عملية شاملة في ظل توافقات دولية تحكم اتفاق إدلب رغم خروق المسلحين المدعومين من تركيا محمد الخضر مسلح جيش العزة في مهمة خرق جديد لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها الفصيل يكمل ما بدأه مسلح هيئة تحرير الشام وأنصار التوحيد في استهداف المناطق الآمنة تحرك أسلحة ثقيلة في منطقة تخضع لنقطة المراقبة التركية في موريك استفزازات تتجاوز خطط المسلحين لتصب في أهداف الراعي الإقليمي التسخين من خلال الأدوات الإرهابية لجبهة النصرة والتي هي بيد تركيا لدفع الحكومة السورية وحلفائها للقبول بأحد أمرين الأمر الأول القبول بواقع أن جبهة النصرة أصبحت قوة على الأرض ولا يمكن سوى التعاطي معها لأنها أمر واقع الحالة الثانية افتعال مسرحية كيماوي محاولة لجرأة جيش العربي السوري من خلال هذه الاستفزازات إلى شن عملية جزئية أو واسعة في إدلب وبالتالي إعادة إنتاج هذه المسرحية من جديد استفزازات ردت عليها وحدات الجيش السوري على كامل جبهات الخرق فقصفت مواقع المسلحين في موريك وكفرزيتا والجماسة في ريف حماة ودمرت مقار لهم في خانشيخون وسراقب في إدلب ردود لا تصل إلى مستوى عملية عسكرية واسعة حتى الآن هذه الأعمال هي لا تمنع الوصول إلى حالة من العملية العسكرية ولكن هي بحاجة إلى توافقات سياسية إقليمية ودولية لذلك ساعة الصفر هي مؤجلة لحين الوصول إلى صيغة التفاهم خروق المسلحين لاتفاق إدلب لم تتوقف فالاعتداءات تتكرر على المناطق الآمنة خروق تشمل عدم سحب السلاح الثقيل وعدم فتح طريقي اللاذقية حلب وحما حلب وتمدد جبهة النصرى بدلا من إنهاء وجودها يبدو أن قرار الحرب لاستعادة إدلب مؤجل حاليا رغم ما تعرضت له منطقة خفض التصعيد من خروقات تأجيل ينتظر توافقات سياسية جديدة بعد أخفاق تركيا بإلزام المسلحين المدعومين منها بما تم الاتفاق عليه مع روسيا محمد الخضر دمشق الميادين وزارة الخارجية الروسية حذرت من أن الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب خطر جدا المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا أكدت تطلع موسكو إلى انعطاف جذري في مسألة تسوية منطقة إدلب بعد مشاورات العسكريين الروس والأتراك وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها وصل ممثل وزارتي الدفاع في روسيا وتركيا عملهم للتوافق على مجموعة من التدبير من أجل التنفيذ الفعال والكامل لمذكرة سوتي المؤرخة في السابع عشر من أيلول سبتمبر الماضي حول إدلب نتطلع إلى أن يؤدي تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين العسكريين إلى انعطاف واستقرار الوضع في إدلب وحولها وكذلك إلى تحييد التهديد الإرهابي القادم من هناك الرئيس العراقي برهام صالح أعلن أن مقاتل تنظيم داعش الأجانب الذين يحاكمون في العراق قد تصدر عليهم أحكام بالإعدام وفي مقابلة مع صحيفة The National أكد صالح أن هؤلاء المقاتلين سيحاكمون وفقا للقانون العراقي الذي يسمح بعقوبة الإعدام إذا ثبتت إدانتهم أكد صالح أن العراق كان في طليعة محاربي الإرهاب نيابة عن العالم وهو الآن بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي للتعافي بعد القتال ضد داعش أقع 36 دولة بينها كل دول الاتحاد الأوروبي بيانا ينتقد السعودية بأشد العبارات في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البيانة دان قتل الصحفي جمال خاشقجي ودع السعودية إلى الكشف عن جميع المعلومات المتاحة حول جريمة قتله موسى عاصي لأول مرة منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان قبل 13 عاما تتوحد 36 دولة من بينها كل دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرون في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السعودية بحق الناشطين والمعارضين والصحفيين هذه الدول أصدرت بيانا مشتركا سيكون جزءا من مناقشة المجلس للانتهاكات في السعودية في الرابع عشر من الشهر الجاري البيان تضمن عبارات شديدة اللهجة طالبت بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي المحتجزين في السجون السعودية نحن قلقون على نحو خاص من استخدام قانون مكافحة الإرهاب وأحكام الأمن القومي الأخرى ضد الأفراد الذين يمارسون حقوقهم وحرياتهم سلميا المدافعون عن حقوق الإنسان ومجموعات المجتمع المدني يمكن ويجب أن يؤدوا دورا مهما في عملية الإصلاح التي تنتهجها المملكة ننضم إلى المفوض السامي والمقاررين الخاصين في دعوتهم السلطات السعودية للإفراج عن جميع الأفراد المنظمات الحقوقية رأت في بيان الدول الست وثلاثين تقدما ونجاحا لمساعيها في فرض الانتهاكات السعودية على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان هذه هي المرة الأولى التي يتجمع فيها هذا العدد الكبير من الدول للاتفاق على موقف موحد من الانتهاكات في السعودية هذه الدول قالت اليوم كفى ومن المهم أن يواصل مجلس حقوق الإنسان وضع السعودية ضمن برامج عمله ولتأكيد ضرورة المحاسبة في قضية جمال خشف بيان مجموعة الدول الست وثلاثين ركز على قانون مكافحة الإرهاب السعودي الذي تستخدمه المملكة للنيل من المعارضين المطالبين بحرية التعبير عن الرأي دول الاتحاد الأوروبي فشلت في بروكسل في وضع السعودية على اللائحة السوداء الخاصة بتمويل الإرهاب هذه الدول ذاتها نجحت في جناب في إصدار أول موقف موحد في تاريخ مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات في المملكة هل هو انفصام بالموقف السياسي أم توزيع متقن للأدوار موسى عاسي جينيف الميادين أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاتلاف الوطني الجنوبي اليمني تأجيل انعقاد المؤتمر حتى إشعار آخر وفي بيان صدر عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي الأول للاتلاف المؤيد للرئيس هادي عزت اللجنة التأجيل إلى أسباب إجرائية خارجة عن الإرادة وشكرت السلطات المصرية على التسهيلات التي قدمت لها في غدون ذلك قتل شخص واصيب تسعة بجروح خلال اشتباكات مسلحة بين قوات الحزام الأمنية المدعوم إماراتيا ومسلحين في مدينة عدن اليمنية وتتواصل اليوم أو لليوم الخامس على التوالي الاحتجاجات الشعبية في عدن ضد الوجود الإماراتي والقوات المدعومة منه تنديدا بمقتل شاب برصاص هذه القوات عدن اليمنية تغلي وحرائق الاحتجاجات الشعبية تتسع من المعلى إلى المنصورة والبريقة احتجاجات متصاعدة على خلفية مقتل الشاب برأف الدنبع برصاص قوات مدعومة إماراتيا بعد حديثه عن جريمة اغتصاب جنود أحد الأطفال هناك رأفة أو الشاهد الوحيد على جريمة الاغتصاب كان قد ظهر في مقطع مصور متحدثا عن إصابته البسيطة قبل أن يتوفى لاحقا متأثرا بها خمسة أيام من الاحتجاجات المتواصلة ضد التحالف والوجود الإماراتي في عدن والجنوب مسيرات راجلة وقطع شوارع وتعطيل لحركة المرور وإحراق للإطارات مع تمزيق لصور قادة التحالف السعودي في شوارع رئيسة وفرعية تنديدا بجرائم التحالف وقواته وميليشياته ما نقري في الاحتجاجات هي ليست على اقتيال الولد دنبع فقط لكن هي تراكمات الاختلالات الأمنية عجة وأيضا لتعمد من قبل المحتل الإماراتي في الإساءة إلى عدن وتحويل عدن إلى قرية جنوب اليمن ساحة احتجاج مفتوحة والغضب يتمدد إلى سيئون في حضر موت بسبب الإنفلات وترد الأوضاع الأمنية وانتشار عصابات القتل والاغتيال بدعم التحالف وتواصل الرفض الشعبي في المهرة شرقا رفضا للوجود السعودي ومشاريعه التدميرية هناك غضب شعبي غير مسبوق في عدن جنوب اليمن ورقعته تتسع باستمرار مع ارتفاع الأصوات المطالبة بتصعيد الاحتجاجات والهدف كما يقولون معاقبة الجنات وترد الاحتلال وميليشياته أحمد عبد الرحمن صنع الميادين ونبقى في اليمن حيث تلقي الحرب على هذا البلد بالمزيد من المآسي وجديدها داء الكلب بحيث تهدد الكلاب المسعور حياة اليمنيين فبعد الكوليرا وديفتيريا تربط هذا الداء بشوارع صنعاء زهراء ديراني والتفاصيل يحاول أن يهدئ من روعها لكن ميسون لا تزال خائفة فهذه الطفلة اليملية لم ترهبها غارة سعودية ولم تفقد عزيزا بل عبدها كلب مسعور بينما كانت تلهوة تلعب قرب منزلها مهددا حياتها بداء الكلب ميسون واحدة بين ستين ومصابا بعضات الكلاب تستقبلهم مستشفى الجمهوري في صنعاء يوميا كلاب موجودة بشكل كثير وتمنى على أهالي وأول المواطنين من وزارة الصحة أن يتهتم بهذا الموضوع يعني يسووا حل الكلاب من الشوارع لأن أطفال لا تستطيع تحميهم حاولت أن يدفع على نفسها بطش بهذا الكلب عدد الكلاب الضلت في شوارع صنعاء زاد في الأونات الأخيرة تحديدا في مناطق المخلفات حيث تبقى أكوام القمامة على حالها لشهور بسبب عدم دفع الرواتب لعمال البلدية نتيجة حرب ليست وحدها المسعورة إنما الكلاب الشاردة أيضا والمشكلة لم تعد في داء الكلب بل في نقص دوائه بسبب الحصار باع الكلب نباع وعبرت لي بعد ذلك فزينا متر لها المستجفى الجمهوري وصلنا لها المستجفى الجمهوري قالوا سيشتري لك برمان حارج ما بيش هنا ولا يخدمت ولا بيش صلنا للسيدة ليه سيدة ليه تتقوى بكامل اللي برتين يحيي هؤلاء اللي كتبوا لي في الورقه قالوا هؤلاء تنتلو برتين 12 ألف تقول الله ما باعنا أنا مدرس أنا بلا رواتي ويلات الحرب تلاحق اليمن وكأن ما ألم به من آلم لا يكفيه فبعد الكوليرا والدفتيريا وحم الضنق وأمراض ظنت البشرية أنها انقرضت يهدد داء الكلب حياة أبنائه في السودان تظاهرات في العديد من المدن دع إليها تجمع المهنيين التظاهرات شملت العاصمة الخرطوم ومدن أم درمان وبحر وشرق النيل ضمن ما سمي موكب السابع من مارس آذار أطلقت شرطة قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين ولا سيما في أم درمان فاصل قصير ونعود أهلا بكم الجديد جددت رياسة الفلسطينية رفضها تواصل مع واشنطن ما لم تتراجع لخيرا عن مواقفها بشأن القدس واللاجئين والاستيطان المتحدث باسم الرئاسة نبيل بوردين تهم إدارة ترامب بالانحياز الكامل للاحتلال الإسرائيلي كما لفت إلى أن كل المواشرات تدل على مرحلة صعبة ومواجهة سياسية شاملة مع كل الذين يحاولون تصفية القضية الفلسطينية هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزل الأسير عاصم البرغوطي في قرية كوبر شمال غرب مدينة رامالة وصدفة الغربية واعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين الذين تصدوا إلاها داخل بلدة كوبر وأطلقت القنابل الصوتية والمسيلة للدموع بتجاه الفلسطينيين يهدمون البيوت لكنهم لن يهدموا المعنويات هكذا رد أهلي بلدة كوبر شمال شرق رامالة على هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير عاصم البرغوطي العشرات من الأليات العسكرية اقتحمت كوبر تحت جنح الظلام ترافقها جرافات أقدمت على هدم المنزل بكامله قوات الاحتلال هدمت المنزل بعد يومين من الإفراج عن والدة عاصم فيما والده وشقيقه عاصف ما زالا معتقلين كما كانت قوات الاحتلال قد قتلت شقيقه صالح بحسب تحقيقات مؤسسات حقوقية بعد دقائق على اعتقاله لأنه هو يفكر أن القمع والقتل والجرف يمنعنا أن نطالب بحقنا كفلسطينيين وكشع فلسطيني بحقنا في دولتنا في أرضنا في وطننا فهذا لا يمكن أن نتنازل عنه مهما كانت العقوبات الجماعية سياسة هدم منازل منفذي العمليات ورغم مخالفتها القوانين الدولية كونها تندرج في إطار العقوبات الجماعية إلا أن إسرائيل تسعى من خلالها إلى ترويع المقاومين الفلسطينيين هذا ما ترتع الناس يعني هذا احتلال بدأ فيه احتلال فيه ناس بدأت تقاوم وهذا يعني حق شرع وطبيع للشعب الفلسطيني وتتهم تل أبي بعاصم البرغوثي بتنفيذ عمليتي إطلاق نار في كنون أول ديسمبر الماضي أسفرتها عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين يهدمون البيوت تعلهم يهدمون المقاومة الفلسطينية لكن عائلة كعائلة عاصم وصالح البرغوثي عرفوا النضالة والمقاومة منذ الصغر لن تهدم إرادتها أي إجراءات أو عقوبات من قبل الاحتلال نسر سلمي من قرية كوبر شمال شرق رامالله الميادين في غزة أكدت حركة حماس أنها جاهزة لإجراء الانتخابات التشراعية والرئاسية وذلك عقب لقاء قيادة الحركة مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنى ناصر لنا شهين والتفاصيل رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنى ناصر جاء إلى غزة حاملا معه رسائل الرئيس محمود عباس حول إجراء الانتخابات التشريعية وفق قرار المحكمة الدستورية التي قامت سابقا بحل المجلس التشريعي الرجل التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي أكدت حركته أنها لا ترفض الانتخابات من حيث المبدأ لكنها اشترطت إجراء الانتخابات التشريعية ورئاسية بالتزامن الذهاب الانتخابات تشريعية ورئاسية ونحن جاهزون لها الآن وليحدد موعدها والانتخابات المجلس الوطني الاتفاق عليه لاحقاً سننقل هذه الأفكار للأخ أبو مازن ونأمل أن تكون الانتخابات القادمة إذا حصلت هي انتخابات تساعد في حل الانفصال أو الانقسام حماس طرف الانتخابات مدخلاً لإنهاء حالة الانقسام سواء جاءت هذه الانتخابات قبل التوافق على تنفيذ الاتفاقات الموقعة أو حتى بعدها وكانت الحركة تصر على إجراء الانتخابات الثلاثية بالتزامن واليوم تبدي مرونة من خلال الموافقة على إرجاء انتخابات المجلس الوطني فهل يقبل الرئيس عباس بما تطالب به حماس؟ من المتوقع أن يرفض الرئيس رؤية حركة حماس بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية معاً وسيمضي بإجراء الانتخابات التشريعية فقط بدون غزة وربما يضع عقوبات جديدة أيضاً على غزة حماس تقول إنها جاهزة لإجراء الانتخابات فوراً وتؤكد أنه لا يمكن أن تتم من دون مشاركة أهالي مدينة القدس إلى حين رد الرئيس عباس على مطلب حماس بالموافقة أو بالرفض يبقى الوضع على ما هو عليه في انتظار ما ستقول إليه الأوضاع ولا سيمة إذا رفض إجراء الانتخابات الرئاسية ليبقى السؤال هل ستسمح حماس بإجراء الانتخابات التشريعية في غزة؟ لان شهين غزة؟ آل ما يا دين؟ إلى لبنان حيث أكد الرئيس ميشيل عون أن الامتداد الإقليمي لحزب الله لا يعني أن تأثيره في سياسة لبنانية يتجاوز كونه جزءاً من الشعب وممثلاً في الحكومة والبرلمان وخلال استقبال وزير الشؤون الخارجية البريطانية أليستر بيرت أكد عون عزم الحكومة على تطبيق خطة النهوض الاقتصادي وعلى العمل لتطبيق توصيات مؤتمر سادر ولا سيما ما يتعلق منها بالإصلاحات وزير الخارجية اللبناني جبران باسيلة كدان بلاده لن تسمح بالتعدي على حقوقها وسيادتها في مجال النفط وفي رسائل وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية قبرص واليونان وإيطاليا نبه باسيل لوجوب الاحتكام إلى القوانين الدولية الخاصة بالبحار والإحداثيات التي أرسلها لبنان إلى الأمم المتحدة يصوت الكونغرس الأمريكي على مشروع قرار من أبرز بنوده رفض استمرار نماطية معادات السامية في الولايات المتحدة وحول العالم والإقرار بالضرر الذي لحق بالمسلمين نتيجة العنصرية والتعصب الديني ضدهم وحول جدل الناجم بشأن تصريحات النائبة الديمقراطية الهان رئيسة مجلس النواب الأمريكي ناسي بيلوسي دافعت عن عمر وأشارت إلى أن تصريحاتها لا تعد موشرا على أنها تحمل مشاعر معادية للسامية لا أعتقد أن عضو الكونغرس قدرت ثقل تصريحاتها بالنسبة للآخرين لا أعتقد أنها كانت تقصد بتصريحاتها أي طريقة معادية للسامية ولكن في حال جرى تفسير تصريحاتها على هذا النحو فعلنا إزالة الشكوك بشأنها كما فعلنا مرارا وتكرارا نحن نعمل الآن على القرار سنرى ماذا سيحدث عندما نطرحه على أرض الواقع هو سيعلن مرة أخرى معارضة لمعادات السامية ومعادات الإسلام والعنصرية بلدنا ليس لديه مكان لكل هذا وإنضام إلينا مدير مكتب الميدين في واشنطن منذر سليمان منذر أهلا بك بداية ضعنا في تفاصيل جلسة الكونغرس تفضل منذ قليل تم انتهاء من التصويت بعد مناقشة مدت لحوالي أقل من ساعة لكل طرف من الحزبين وحصل المشروع على الأغلبية المطلقة بأكثر من أربعمائة صوت واعترض عليه حوالي يعني 23 صوت تقريبا مما يعني أنه كان هناك شبه إجماع على هذا القرار طبعا خلفيات هذا الموضوع انطلقت من تصريحات للعضو الجديد في مجلس النواب الهان عمر التي ألمحت إلى انتقاد السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل ولم تتحدث عن اليهود طبعا كان لديها تصريحات سابقة فسرت أنها معادية للسامية لأنها كانت تتحدث عن موضوع دور المال إلى حد ما في السيطرة على مواقف أعضاء الكونغرس ما جرى أنه في الأيام الماضية بعد الزوبع التي انطلقت من قبل المجموعات الضاغطة والمؤيدة للكيان الصهيوني حول اعتبار هذا الأمر خطير بهذه التصريحات والمطالبة حتى في إخراجها من لجنة الشؤون الخارجية إن لم يكن البعض طالبة بإخراجها من الكونغرس كليا طبعا جرت نقاش داخل الحزب الديمقراطي ومن الواضح أن هذا المشروع تم تعديله من الرغبة في أن يكون هناك إدانة مباشرة لإلهان عمر بالإسم وفقط التركيز على معادات السامية إلى أن يصبح هذا المشروع معادات للسامية والكراهية ضد المسلمين والأقليات وهنا التكتل الانتخابي للسود وآخرين من أصول لاتينية لعبوا دور أساسي في الجدل ولكن أيضا أعضاء الجدد في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي وخاصة العضوى عن ميشيغان وأيضا من نيويورك وإلهان عمر خاصة أن هناك عضواتين مسلمتين أحدهم من أصل صومالي والأخرى من أصل فلسطيني عربية كل هذا جعل أصوات هؤلاء الجدد يطالبون بفتح النقاش حول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إذن نحن أمام تراجع فعلي في هذا النفوذ الصهيوني لأول مرة بأنه لم يلزموا أعضاء الكونغرس بتنفيذ ما يرغبون وأنه كان هناك مجال للتفريق بين انتقاد السياسة الأمريكية على الأقل انفتح الباب أمام مشروعية أن يتم الانتقاد للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل والدعم المطلق هل هذا التصويت سيؤثر على ترامب أو على استجال حول السياسة الأمريكية الإسرائيلية من جهة أم على المواقف بين الجمهورين والديمقراطيين من جهة أخرى بالتأكيد هذا القرار كان يرغب المؤيدون لإسرائيل بأن يكون محصورا في معادات السامية ويسجل انتصار سياسي ولكن واضح أن هذا الحضور لمواقف الآخرين المعتردين والذين يطالبون بفتح النقاش حول هذا الدعم المطلق والدعم غير المحدود للكيان الإسرائيلي وضرورة أن يناقش هذا الأمر وتفريقه عن مسألة معادات السامية هذا لأول مرة يفتح هذا المجال إذن هذا سيقلص من قدرة كل الفرقاء بما فيهن الرئيس ترامب والحزب الجمهوري بأن يغلقوا باب النقاش حول هذا الأمر ويتستمر السياسة الأمريكية المنحازة بشكل أعمى لصالح الكيان الصهيوني دون مناقشة على الأقل يعني طبعا لم تتخذ مثلا الهان عمر وغيرها من العضوات أو المعارضين مواقف متشنجة خلال النقاش حاولوا التراجع عندما حصلوا على عملية التعديل إذن لن يغير في ميزان القوى القائم في التأييد المطلق لإسرائيل ولكن على الأقل الإنجاز الممكن الوحيد الآن يمكن النظر إليه بأنه جعل مسألة النقاش مشروعة وحقق سابقة وبالتالي يفترض أن يتم البناء عليها من قبل أعضاء الكونغرس الجدد وأيضا من قبل الجماعات الأخرى المعادية للحرب والعنصرية في داخل الولايات المتحدة والتي ترى بأن المال بشكل عام يلعب دور مفسد في السياسة الأمريكية وأيضا موضوع النفوذ الطاغي للوبي الصهيوني على الكونغرس وعلى السياسة الخارجية الأمريكية مدير مكتب الميدين في واشنطن منذر سليمان شكرا جزيلا لك دعو وزير الدفاع التونسي عبد الكريم زبيدي إلى محاربة الإرهاب بعيدا عن الحسابات السياسية وخلال أحياء ذكرى ملحمة بن قردان شدد زبيدي على أن الحالة الأمنية والعسكرية تطلب القداء على ظواهر وأسباب الإرهاب في إطار مقاربة شاملة اجتماعية واقتصادية وتنموية على حد تعبيره نجحت هيئة الانتخابات في تونس في تحديد رزنامة الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشرعية لتضع الأحزاب أمام مسؤوليتها في الاستعداد للاستحقاقات عماد الشتارة والتفاصيل لقد انطلق المسار الانتخابي للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 متمنيا التوفيق للجميع الانتخابات باتت أمرا واقعا وليتنافس المتنافسون أعلان جاء ليقطع الشك باليقين أمام الأصوات المشككة في احتمال إجراء الانتخابات في موعدها توضيح للمساري يأتي بعد انفراج أزمة هيئة الانتخابات التي اعترى عملها جمود لأشهر عديدة جراء تعزم الظرف السياسي بنهاية التوافق بين النهضة والنداء واستبداله بتوافق آخر مع حزب الشاهد الوليد كنا نجم نتشاور مع الهيئة كما جرت العادة والعرف في العمل الديمقراطي كنا نحن مذبين تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس اليوم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في نفس اليوم مع الانتخابات التشريعية رغم الترحيب بتوضيح أجندة الانتخابات بما يحفز جميع ألوان الطيف السياسي إلى الانصراف للإعداد الاستحقاقين النيابي والرئاسي لأن الانتقادات وجعت للهيئة حول مخالفة السنة التشاوري في اختيار المواعيد كما لم تخفي الأحزاب مخاوفها من عزوف الناخبين داعية هيئة الانتخابات إلى تحفيز أكثر من ثلاثة ملايين شخص على التسجيل في سجل الناخبين فالإثارة تقوم بكل الأطراف أحزاب جمعيات منظمات أعلام قواء مدنية يريد أن تقوم بجهد كبير جبار جدا في اتجاه تحسيس التونسيين بضرورة المشاركة تخوفات بالجملة تحف بإنجاح الاستحقاقين الانتخابيين للهيئة نصيب الأسد في تحمل المسؤولية فيهما سواء من حيث التحفيز على المشاركة أو السهل على تنقية المناخات أو ضمان أكبر قدر من الحياد بدأ العد التنزلي للانتخابات في تونس غير أن الحمالات الانتخابية غير المعلنة بدأت بصفة مسبقة ما زاد في احتقان المناخ السياسي الذي يشهد تنفسا محموما خارجا عن أي رقابة أيمان شتارة تونس الميدي عين المرشد أو عين المرشد الأعلى في إيران السيد علي خاميناء السيد إبراهيم رئيسي رئيسا للسلطة القضائية في البلاد خاميناء شدد في مرسوم التعيين على ضرورة التغيير والتطوير في السلطة القضائية وبداية مرحلة جديدة بكل قوات في البلاد في الصومال قدى خمسة مدنيين وجرح عشرة بتفجير استهدف مطعما شعبيا قرب القصر الرئيسي في العاصمة مقديشو تقارير أفادت بأن التفجير وقع في سيارة مركونة على بعد أمتار من المتحف الوطني وقد تبنته حركة الشباب الصومالية في أفغانستان أعلنت وزارة الصحة مقتل شخص وإصابة عشرين في هجوم بقضاء في الهون استهدف تجمعا للسياسيين أفغان في كابل مسؤول محلي نكد أن الشرطة ألقت القبض على المراقب الرئيسي وأنها تحاصر بقية الطاقم في المنطقة ولفت إلى أن الشرطة قررت عقب الهجوم اتخاذ إجراءات صارمة أعلن المبعوث الأمريكي إلى فنزولا أليوت أبرامز أن لدى بلاده مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية ستستخدمها لزيادة الضغط على الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو أبرامز أكد أنه سيتم فرض عقوبات على مزيد من المؤسسات المالية الداعمة لحكومة مادورو لقد فرضنا عقوبات على عدد من المؤسسات المالية بالفعل وسنقوم بتوسيع الشبكة ننظر في أمر بعض المؤسسات التي لن نسميها لأننا لا نريد لهم الحصول على إشعار مسبق ولكن سيكون هناك المزيد من العقوبات على المؤسسات المالية التي تنفذ أوامر من نظام مادورو لسرقة الأموال من فنزولا وأخفائها في جميع أنحاء العالم كراكس دعت الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في موقفه بشأن التدخل الخارجي في شؤون فنزولا الداخلية وزير الخارجية الفنزولي خورخي أريازا شدد على ضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبي موقفه الداعم رئيس البرلمان خوان جويدو الخارجية الروسية حذرت من أن نيات الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على فنزولا ستؤدي إلى الفوضى المتحدث باسم الخارجية ماريا زخاروفا أشارت إلى أن واشنطن لا تسقط خيار التدخل العسكري في فنزولا من جدوى أعمالها كلنا نتذكر جيدا ما كتبته وسائل الأعلام المساعدة الإنسانية شملت منتجات وأدوية منتهية الصلاحية فضلا عن الأسلاك الشائكة والمواد اللازمة لبناء حواجز واشنطن بدأت بالترويج لعمل جديد بعد فشلها في إدخال المساعدات لقد قامت بتحصية ما سمي بأول رحلة خارجية للرئيس الفنزولي المؤقت والأتجارات كما نعلم على الرغم من حضرها من قبل المحكمة العليا في فنزولا في غزة معرض للفن التشكلي بعنوان خارج الدائرة تصلت فيه تشكيليات فلسطينيات الضوء على واقع المرأة الفلسطينية وقضاياها أحمد غانم رسائل متعددة في هذا المكان تحملها فنانات من غزة بشأن واقع المرأة الفلسطينية يعالجن من خلالها قضايا وطنية وإنسانية واجتماعية مختلفة بصورة إبداعية في هذا المعرض الفني بعنوان خارج الدائرة هذه اللوحات تروي التجربة الشخصية لصاحبتها مع أول طفل سكن في أحشائها وكأنها قصة مصورة لكن بالريشة والألوان إنها تعكس حياة الطفولة المريرة في غزة والانتهاكات الجسيمة بحقها وهنا جسدت عبير معاناة المرأة في ظل العدوان الإسرائيلي وآثاره المدمرة التي لم تستطع كبح آمال النساء وأحلامهن بغد أفضل عندي لوحة عن الجدار العازل في لوحة فيها رصاص وحرب بنا نفرج العالم قديش إحنا نحن بنعاني قديش عنا مشاكل قديش إحنا مخنوعين قديش الأنثة نفسها تتحرك بحرية عنا الطفولة مسلوبة قديش الحروب موجودة ولكن الأمل ببقى موجود ولو من أبسط الأشياء فيه تعب وفيه إرهاق وفيه حروب وفيه حصار لكن الأمل موجود حق اللاجئين بالعودة والتجذر بالأرض والهوية بضامين طغط على هامش من لوحات المعرض الذي لم يستثني أيضا معاناة المرأة الفلسطينية تحت الحصار والقيود على حريتها وحركتها بفعل الإغلاق كما برزت في اللوحات محاولات لكسر القيود التي كبلت المرأة بذريعة العادات والتقاليد رسمت شناتي سفر مسورة بسلك شائك وقبضة الإيد طالعة من الشنطة تحاول أنها تنفك من هذه القيود على أمل بسبب العادات والتقاليد التي نعيشها الصعبة في غزة اتجهنا أن نفتح قاتلية خاصة بالفنانات التشكيليات يجمعهم يكون المساحة الحرة لهم المعرض يأتي لمناسبة افتتاح أول مشغل خاص بالفنانات التشكيليات في غزة نقل واقع المرأة الفلسطينية المأساوي حاملا بألوان لوحاته الزاهية رسالة حب وأمل أيضا أحمد غنم غزة الميادين والآن إلى العنوية الرفض القاطع للعهدة الخامسة والمطالبة بسحب ترشح الرئيس المريض المعارضة الجزائرية تطالب بإلغاء الانتخابات وتدعو الجيش لتأمين البلاد وأبو تفلق يشيد بسلمية الحراك الشعبي ويحذر من اختراقه دمشق ترفض تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشان استخدام غاز لكلور في دومة وتؤكد تحريفه بعد تجاهل أقوال الشهود أكثر ثلاثين دولة غربية توجه انتقادات صريحة إلى السعودية في مجلس حقوق الإنسان وتدعو إلى تحقيق شفاف ومستقل بشان قتل خاشقجي تغاورات في عدة مدن سودانية بينها العاصمة بدعوة من تجمع المهنيين وشرطة تطلق قنابل الغاز باتجاههم في أم درمان مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار يدين معادات السامية والكراهية للإسلام من دون اتهام النائبة إلهان عمر بعد انتقاداتها المتكررة لدور اللوب الإسرائيلي المزيد من الأخبار على صفحة الميدين على الانترنت الميدين.net وباللغة الإسبانية اسبانول.الميدين.net ختم النشرة في أمان الله